مصطرح distribution ratio نسبة التوزيع نسبة التوزيع نسبة التوزيع اضق من distribution ratio لتوى شرحنا هو صورة السليوت على سبيل المثال بنزوق اس في طبقة الاقوس لكن نظرا لو كان المرقب في عملية تأيون جزئي يعني حامض ضعيف في هذه الحالة الصورة متأيينة سوف نجد نسبة التوزيع نسبة التوزيع نسبة التوزيع هي اكثر اهمية في الوصف وهو مصطلح يختلف تماما عن distribution ratio distribution coefficient هي نسبة تركيز كل الاصناف الخاصة بالمداب في كل طور نوجينا عندي D وقالنا ايش distribution 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 ratio يعني نسبة كل صنف هنا الطبقة ايثر او الطبقة العضوية ستكون صورة الحمض البنزويك على شكل اتش بيزد لكن في الطبقة المائية توجد الصورة غير متأيينة اتش بيزد حمض البنزويك حمض البنزويك حمض ضعيف معاك تأيين تأيين جزئي معناها حمض البنزويك بيزد ستأيين في الوسط المائي سيعتبر ويك أسد نحن نحن نتعلم بالاشتقاق نحن نصل لقانون معين اتش الموجبة زائد بيزد السالبة تمام في هذه الحالة تابت التأييني هذا الحمض يعني تركيز النواتج او الأجزاء المتفككة تركيز الجزء الغير متفكك تركيز ايون الهيدروجين تركيز البنزويك ايون قسمة تركيز حمض البنزويك اوكي لو نحن جينا بدري خدينا ندستريبيوشن عرفنا ان ندستريبيوشن ريشيو هو الكي ايه او الكي دي الكي دي عبارة عن صورة حمض البنزويك في الطبقة الإيتر قسمة حمض البنزويك في الطبقة الآكوس لو جينا هنا طلعنا البنزويك على تركينة نقول طرفين فوسطين هنتحص على ان قيمة البنزويك هي هذا قيمة البنزويك هتساوي ديما المضروب في المجهوك في في المجهوك في